السلام عليكم عمر معاكم أسبوع ناري بالنسبة للأسواق طبعا حلقة اليوم سننظر إلى محاور مهمة سننظر إلى الفدرالي وتغيير المسار قبل تقرير البي سي اي أيضا سننظر إلى الجانب السياسي والشيء اللي كنا متخوفين منه حدث ثم سننظر إلى شركة تسلا قبل القوائم المالية وننظر طبعا إلى الأسبوع ككل وما ينتظرنا من أهم القوائم المالية كيف نحضر كيف نستثمر فإن شاء الله ستكون حلقة مفيدة مهمة نبدأ في البداية وجورون باول وتلميحه بتغيير المسار طبعا دايما تلاقوني أتكلم بشكل كبير عن الفدرالي أقدر أقول نسبة كبيرة من تحرك الأسواق يعتمد على قرارات الفدرالي هل هيخفض الفائدة هل هينزل الفائدة فلذلك تلاقوني أركز عليه بشكل عالي لأنه هو محرك رقم واحد من وجهة نظري للأسواق غير المسار بعض الشيء يعني بيغير فيه نتكلمنا في السامري في كونوميك بروجيكشنز كان يتوقع ثلاث مراحل خفض بالنسبة للفائدة هنا فيه تغيير وتلميح أنه قد لا يحدث ذلك بعد تقرير البي سي اي ومن وجهة نظري بعد تقرير الهوم سيلز خليني أتكلم بشكل سريع كده عن الهوم سيلز طبعا فيه مرحلة اليوم في أمريكا بيقولك أنه أسعار المنازل يعني بدأت ترتفع مرة أخرى والناس اللي مسكين المنازل لشان يبغوا يبيعه بيقولك خلاص احنا ما حنتظر خفض الفائدة نبغى نبيع المنازل لأنه الأسعار قاعدة ترتفع مرة أخرى شوفوا مثلا أسعار المسكن في أمريكا من شهر لشهر الارتفاع اللي قاعد يشهده شايفين من ديسمبر بدأ يرتفع مرة أخرى من 400 ألف إلى تقريبا 430 ألف دولار هذه أسعار المساكن في أمريكا قاعدة ترتفع من هذا لو ننظر إلى الخمسة سنوات الماضية ففي عام 2019 تخيلوا سعر المسكن في أمريكا كان تقريبا نحن بنتكلم يعني برينجة 300 ألف اليوم صار 430 ألف دولار ارتفاع كبير جدا في ظرف خمسة سنوات شيء يعطيك انطباع أنه يعني اللي قاعد يصير هذا يعني معاكس تماما لقصة الفيدرالي وخفضه للفائدة طبعا شوفوا لما كان بيرفع الفائدة نزل نزل بشكل جيد ولكن رجع لما عمل فينانشل لوسنينج قديش رجع ارتفع مرة أخرى وهذه النقطة من وجهة نظري خطيرة جدا للجيل القادم لازم ينزل الفائدة ولازم ينزل أسعار المنازل ولا يستطيع انه ينزل الفائدة بدون ما ينزل أسعار المنازل لأنه أصبح الطبقة بكل ما يستمر هذا الشيء بيعدم طبقة المجتمع المتوسطة والفقيرة فشيء أيضا آخر شوفوا الفائدة بالنسبة لل30 سنة شوفوا كانت الفائدة العقارية في أمريكا تصل إلى 2.5% تقريبا الآن رجعت ارتفعت إلى 7.5% بعد ما صار فيه نزول الآن شايفين الارتفاع بالنسبة لل30 year fixed mortgage تخيلوا أنه أسعار المسكن ارتفعت ما يقارب أكثر من 50% في آخر 5 سنوات والفائدة يعني الناس قاعدة تشتري بالفائدة المرتفعة هذه بشكل عالي تخيلوا أنه الفدرالي يخفض الفائدة ماذا سيحدث لأسعار المنازل يا ساتر إيش هيصير في أسعار المنازل يعني ربما يعني خلاص يعني تشل طبقة المجتمع المتوسطة ودون المتوسطة فأعتقد إذا الفدرالي أمام يعني واقع والأرقام اللي قدامه يجب عليه أن يرفع الفائدة أكثر أشان ينزل أسعار المنازل لأنه لو ما نزل أسعار المنازل يعني قاعدة ترتفع أسعار المنازل فالفائدة اللي محطوطة اليوم لا تؤثر على شراع المنازل خاصة إنه مين اللي بيشتري المنازل اليوم المؤسسات الكبيرة زي بلاك ستون وغيرها هي اللي قاعدة تشتري المساكن فهذه من وجهة نظري قاعدة تعمل أثر كبير إن شاء الله إذا حبيته حطونا في الكوميت نعمل حلقة كاملة عن الاستثمار في العقار نحاول نجيب المعلومات في الشرق الأوسط وغيرها فلو حبيته حطونا في الكوميت الشيء الثاني طبعا اللي كنا متخوفين منه حدث بالنسبة للجيو بوليتيكل طبعا نذكر الناس مرة أخرى حدث هجوم من الكيان الصهيوني على السفارة الإيرانية في دمشق صار في ردة فعل أكيد كل الناس عارفين إيش اللي صار ولكن تكلمنا عن نقطة جدا مهمة إنه هذا اللي صار خوفي الوحيد إنه ما يصير الحزمة المالية وحنتكلم عنه ولكن إيش اللي صار في الآوين الأخيرة في آخر 48 ساعة صار فيه هجوم من الكيان الصهيوني إلى إيران وحدث مرحلة صمت من الطرفين لا الكيان الصهيوني تكلم عنه وتفاخر بهذه الهجمة إيران أنكرت هذه الهجمة وأمريكا تقدروا تقولوا دعمت الصمت في هذا الهجوم يعني نقدر نقول من ما بين السطور شكله الموضوع خلاصة لم كده وما حد يتكلم فيه الله أعلم مدى خطورة ما حدث ما هي الأسلحة اللي تم استخدامها ما هي المواقع بالضبط اللي صار في بعض الأقاويل تقولك أنه ضربوا الرادارات في بعض الأقاويل أنه إيران ضربت أهم قاعدة جوية وعملت أثر كبير في النهاية ما حد يقدر يأخذ المعلومات إلا من هو داخل هذا ولكن إحنا إيش أتكلمنا تكلمت أنا الشيء اللي خوفني أكثر هو الحزم المالية طبعا قبل ما أخش في الحزم المالية إيش اللي صار بدأت يعني بدأت التعاطف من البيت العبيض من الحكومات الغربية إلى الكيان الصهيوني وطلب عمل يعني ضوابط على إيران ونسي طبعا كأنه الكيان الصهيوني هو يعني الضحية للأسف أصبحت هو الضحية وهذه العقلية والإعلام الإعلام الغربي يبغي يعطيك أنه هو الضحية بعد هذا الهجوم اللي من وجهة نظري صار يعني قلبتها الآية بعض الشيء والآن جانيت يلم بتقولك تبغي تحط ضوابط على إيران طيب الضوابط على الكيان الصهيوني إيش اللي صار فيه اللي دبح وعمل جرائم أكثر من 30 ألف شخص مات منهم جزء كبير أطفال ونساء وشيوخ هذا الشيء اللي أنا من وجهة نظري ما سابوا مساجد كنايس ما هجموا عليهم وتبغي تحطوا ضوابط على إيران هذا الشيء اللي أنا أستغرب منه إحنا نمر في زمن غريب بوجهة نظري الشيء اللي كنا بنتكلم عنه أني خوفي أنه يعني تصير القضية ضفاع عن النفس ويبدأ يصير الكيان الصهيوني هو المظلوم ويعملوا باس لحزم مالية وللأسف هذا اللي صار صار فيه حزم مالية بـ 16 مليار دولار إلى الكيان الصهيوني خلينا نشوف إيش الكونغرس يسوي ولكن صار الهاوس عمل باس لي وعمل باس 95 مليار دولار من بين أوكرانيا إسرائيل والكيان الصهيوني تايوان يعني هذا اللي صار طبعا سبيكر في دهاوس جونسن عليه هجوم كبير من الشارع الأمريكي نتكلم عنها بشكل سريع ولكن نقدر نقول هذه الحزم المالية خاصة اللي هي 61 مليار دولار اللي رايحة الأوكرانيا وكثير من المحللين الجيو بوليتيكل مثلا منها قناة The Durant قناة ممتازة نصحكم اللي يحب يتعلم أمور أو الجيو بوليتيكل يحضرها قناة ممتازة يتكلم أنه خلاص طرح الحرب منتهية يعني روسيا على الأغلب فايزة فقط هذه الحزمة المالية 61 مليار دولار طبعا هذه تروح بدون أي مراقبة بدون أي أودت كده تروح تتحول جزء كبير منها حيروح للميليتري اندستري الكمبليكس شركات زي شركات البنتاجون الـ FBI الـ CIA لوكيد مارتين ريثيوم بوينج كلها بتروح لهذه الأمور هم طبعا بيصنعوا الأسلحة هنا بتعطيك تفاصيل ولو بسيطة إش اللي يصير فيها أوبريشن فيها بوكيورينج طبعا لا يوجد مراقبة أبدا على هذا اللي قاعد يصير مثل بوكيورينج جزء يروح للاقتصاد الأوكراني ولكن كثير من المحللين ايش بيقولوا بيقولوا انه ترى الحرب متهية هي فقط هذه الأساس اللي قاعد يصير هو تأجيل مرحلة سقوط أوكرانيا إلى أشهر معدودة يعني يصير لأنه هذه الأسلحة أغلبها ما حيسم تسليمها لأوكرانيا الأسلحة مو موجودة يبغالها تصنيع هتأخذ سنوات اللي إما تتصنع هي فقط تأجيل المشكلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية وما يصير في سقوط لأوكرانيا إلا بعد الانتخابات هذا طبعا بعض القنوات زيدة دوران تتحدث عن هذه النقطة وطبعا ينسو تماما ينسو تماما موضوع الدين الأمريكي اللي صار الفائدة عليه أكثر من مليار دولار بيدفع فائدة يعني أرقام كبيرة جدا من وجهة نظري واستمرار الحكومة الأمريكية بهذه الطريقة اللي يعني فقدان السيطرة تماما على المستقبل تقول كأنه يعني ما في مستقبل والشيء الغريب أنه أصبح اليوم الهاوس يعني حتى الجمهوريين قاعدين يصوتوا على الحزمة المالية هذه ويعني أقدر أقول أنه الجمهوريين والديمقراطيين يعني بيصوتوا أقدر أقول الشيء الأهم أنه اللي شاف اللي شاف التصويت ينصدم من اللي قاعد يصير يعني صراحة علامة أوكرانية قاعدة تطلع فيه البيت الأبيض وكابتل هيل طيب من الأشياء الأخرى اللي صارت من وجهة نظري أنه يعني القادم ماذا ويعني مستقبل الدين لا يوجد ولا حزم مالية لحدود أمريكا لا يوجد ولا شيء لأمريكا يعني أنا لو كنت مواطن أمريكي ما عرف إش حسوي يعني ولكن كان ربما يكون فيه غضب كبير خاصة أنه كل الأموال هذه بتروح للميليتر اندستري الكمبليكس شيء اللي أنا أقدر أقول أنه بدأ التحكم في أمريكا وخاصة البيت الأبيض لا يكون عن طريقة الديمقراطيين والجمهوريين ولكن الميليتر اندستري الكمبليكس أو الديب سيت هي اللي تقدروا تقوله مسيطرة على الأمور التي تريد ربما أنه تسيطر أمريكا بالذراع على حسابة الدبلوماسية خلينا نشوف ولكن أقدر أقول لكم شيء أيضا مهم وحنستنتج منه من قراراتنا الاستثمارية أنه الحزب الديمقراطي والجمهوري والديب سيت اللي هو مسيطر من وجهة نظري على الرئيس وعلى The Speaker of the House Johnson لا تريد دونالد ترامب وحوريكم أيضا في حلقات أخرى ولكن من وجهة نظري هذا استنتاج مهم جدا للاستثمار الشيء الآخر أنه روسيا ما بتتأثر وهذا كلام منظمة الـ IMF الجيش الروسي أفضل مما كان من عام 2020 أو قبل الحرب الاقتصاد الروسي في مرحلة جيدة وازدهار أفضل من أمريكا وأفضل من أوروبا هذا مو كلام عمر هذا كلام منظمة الـ IMF الشيء الأخطر اللي من وجهة نظري والمرحلة القادمة أنه ردت فعل روسيا ماذا ستقول روسيا خاصة أنه جزء كبير من هذه الأسلحة ما ستروح لأوكرانيا في الفترة الحالية هذا اللي أنا متخوف وهنا في كلام واضح وصريح أنه روسيا هيصير في دايريكت كونفلكت بين أمريكا وروسيا بعد ما شفنا البروكسي وورز اللي قاعدة تصير بين إيران والكيان الصهيوني الآن صار في بروكسي واضح بين الاثنين الآن حتى روسيا ربما يكون في بروكسي وهجوم واضح بين الاثنين خلينا نشوف ما هو قادم ولكن أنا أقدر أقول أنه الجيو بوليتيكل يعني هي عبارة عن بلاكسوان ما معنى بلاكسوان هي شيء كذا لا نتوقع ويحدث فجأة بالنسبة للاقتصادات وبالنسبة للعالم هذا اللي هيحدث قريبا الله أعلم متى ولكن أنا بس بعطيكم وجهة نظري الشيء الأخطر وطبعا هذا ربما يسبب بلاكسوان كبير جدا هي أنه أمريكا تريد أن تضع ضوابط على البنوك الصينية وفي حال أنه طبعا الكل يعرف أنه الصين قاعدة تدعم روسيا كوريا الجنوبية الكوريا الشمالية قاعدة تدعم روسيا بأسلحة بتصنيع بكذا السؤال الأهم هنا ما ردت فعل أمريكا هل تضع حزم مالي هل تضع ضوابط حكومية على البنوك الصينية في حال عملت هذه تقدروا تقولوا هذه ضربة قوية للحربة التجارية أو ربما حتى نقول نهاية الحربة التجارية بين الدولتين نبدأ نخش في مرحلة الحربة الأخيرة وهي حرب يعني القواعد الجوية وغيرها هل ستفعل أمريكا ذلك وجهة نظري صراحة سؤال صعب ولا أعتقد ذلك ولكن تهديد واضح لأنه لو حطت ضوابط على البنوك يعني نقدر نقول خلاص تمت خلاص منع التجارة بين الدولتين ربما تصل إلى هذه النقطة أبغى أنتقل إلى محور آخر شركة تسلا وألين ماسك بالتحديد اللي تدخل في مأزق كبير جدا لنا أكثر من حلقة بنتكلم عنها ولكن صراحة المأزق قاعد يزيد ويزيد أكثر وأكثر أصبح 15 شهر اللوز بالنسبة لشركة تسلا من أكثر من 15 شهر خاصة الأسواق الأمريكية في عام 24 مرتفعة شاهمت شركة تسلا نازل 42% لو تتذكروا في نوفمبر عمل تغريدة وتكلمت كان بداية ما حدث بالنسبة لألين ماسك في تلك الفترة كان من وجهة نظري يتخذ قرارات جيدة كان أول شيء منذ اندلاع الحرب مع العدوان كان يعطي الحرية للبرو بالستاين والانتي بالستاين يتكلموا وبرو إزرايل كانوا يتكلم ولكن إيش اللي صار طبعا السهم بدأ ينهار بشكل واضح في 23 طبعا أسبابها ربما تكون جزء منها القوائم المالية ولكن تكلمت في هذه التغريدة قلت وجهة نظري أن مؤسسات والستريت التي تدعم بشكل كبير الكيان الصهيوني لماذا؟ لأن أغلب والستريت المحافظة الاستثمارية من الشركات الكبيرة زي بلاك روك زي فانغارد زي سيدادل زي أغلبهم بالعكمن كلهم ترى تحت المنظومة منظومة اليهودية لا يمكن أن أقول أنه كلهم دعمين للكيان الصهيوني ولكن تحت المنظومة هذه لما يكون فيه طرح وقائة وتكون كل وسائل الإعلام اللي هي طبعا كلها مدعومة مدعومة من والستريت ومدعومة من الجوش لابي تكذب ما يعمل ألن موسك وألن موسك هو الوحيد اللي طالع خارج هذا التيار يعطيني انطباع أنه قد يحدث هجوم شرس بالنسبة لألن موسك طبعا إشال هجوم الشرس تويتر ليست مدرجة أو اكس ليست مدرجة فماذا يبدأوا يفعلوا يفعلوا هجوم على شركة طبعا عملوا هجوم على اكس بمنعهم الدعايات كثير من شركات أول شيء بدأت اللوبي الميديا كامباني زي ديزني زي اي بي سي دخلت عليهم بهجوم كبير جدا وطبعا السي ام بي سي الشيء الأخطر أنه وحتى هنا تكلمنا أنه قد يحدث نزول وفرصة شورت حتى لتسلا طبعا أنا ما عملت شورت بالنسبة لها ولكن فرصة من وجهة نظري أنه حينزل السهم وهذا بالتحديد اللي صار لو ننظر إلى القوائم المالية بالنسبة لشركة تسلا كانت صحيح نازلة ولكن ما هي بهذا السوق لو نشوف الربع الأخير عملت 25 مليار دولار من المبيعات لو نقارنوا بالربع اللي قبله 24 مليار ففي نمو حتى يعني هذا الشيء اللي أنا خلاني أستغرب خاصة أنه من آخر قوائم مالية بالنسبة للشركة نزل السهم أكثر من 50% لو ننظر إلى شركة زي شركة أبل لا تنمو ما فيها نمو بالعكس النمو بالسلبي ومع ذلك ما نزلت بهذا الشكل الكبير فالسؤال هنا يعني ماذا فعل ألن ماسك خطأ الأخطاء كثيرة هتكلم عنها في النهاية ولكن أيضا فيه تقرير من الوال ستريت جورنل أنه الديمقراطيين جزء كبير منهم ما بيصوتوا لألن ماسك طبعا ليه سياسته طبعا جزء كبير من أول ما مسك السوشال ميديا بلاتفورم وهو السهم على نزول كبير 40% من الديمقراطيين كانوا بيشتروا في عام 22 نزل إلى 39% في 23 الآن بيقولك فيه نزول 15% في 24 من الديمقراطيين ولكن زاد الانديبندنت والجمهوريين 32% فنمر في مرحلة من وجهة نظري لما الحرية الإعلامية تقدروا تقولوا بدأت تنعدم من وجهة نظري وهذا الخطر اللي قاعد نشوف شفنا يعني كل وسائل الإعلام المينستريم ميديا تدف النيراتيف معين دائما يعني تخش بنيراتيف معين فيه أي واحد يخالف هذا التيار يبدأ تلاقي عليه الهجوم وهذه من وجهة نظري من الأخطاء الأولى اللي سواها الانمس طبعا الخطأ الأول أنه يعني فتح رأيه بالنسبة للسياسة في البداية لو تذكروا كانت سياسته مع مع برو بالستاين تقدروا تقوله أكثر يتكلم بشكل حرية أكثر ثم بدأ الهجوم عليه ثم تراجع ثم الكيان الصهيوني ضغط عليه راح عمل زيارات ومختلفة وغيرها شيء الأخطر اللي أيضا من وجهة نظري عمله ألن ماسك إنه بيّن انتماؤه إلى دونالد ترامب وهذه نقطة ربما أغضبت جزء كبير أغضبت الجمهوريين بعض الجمهوريين اللي أنا بتكلم من المقول الجمهوريين بتكلم الجمهوريين اللي عندهم كنترول اللي عندهم زي الديب ستيت اللي يريدوا لا يريدوا دونالد ترامب غير إنه أغضبت الجمهوريين أغضبت أيضا وسائل الإعلام زي نيويورك تايم زي الواشنطين بوست والشيء الثاني إنه أغضب أيضا اللوبي اللوبي اليهودي في أمريكا خلينا نشوف ما هو قادم بالنسبة للشركة في الفترة القادمة عنده طبعا اليوم القوائم المالية بالنسبة للشركة حغطي القوائم المالية وجهة نظري طبعا لو نشيل تماما جوانب السياسية بالنسبة للشركة لأنه عنده أعداء كثير صار ألين موسك من وجهة نظري خلينا نشوف القوائم المالية لكنها من وجهة نظري فرصة ولكن أنا أعتقد أن ما يسيطر على اليوم الاستثمار هو العوامل السياسية أكثر من الأرقام والوقاعة أيضا لو نترك الجانب بالنسبة للألين موسك ننظر إلى القوائم المالية لهذا الأسبوع عندنا لوكيد مارتن عندنا بيبسي عندنا جيم عندنا فورد عندنا تسلا يوم الأربع عندنا بوينغ فورد متا اللي من وجهة نظري مهم جدا نشوف قوائمها المالية سيرفسنا وآي بي أم عندك طبعا يوم الخميس اللي هو يوم ناري عندك جوجل عندك فيزا عندك شبوتلي عندك مايكروسوفت إنتل وطبعا يوم الجمعة شركات النفط الأمريكية لا تنسوا اليوم عندنا تقرير البي سي يسألوا كثير وجهة نظري بالنسبة للاستثمار أقدر أقول لكم الأسبوع هذا أسبوع ناري حيطينا انطباع مهم جدا وحطيت هذه الشريحة لأنه مهمة جدا بس تحطوها في بالكم في مراحل الانتخابات الأمريكية دائما لو تشوفوا إيبرل ماي يعتبر من الشهرين اللي غير جيدين بالنسبة لهم ثم يبدأ يصير ارتفاع مرتفع خلينا نشوف هذا الأسبوع الأسبوع هذا حيبين لكم إذا صار القوائم المالية غير جيدة حنلاقي حنشهد ربما نزول ومن وجهة نظري هي فرصة للشراء للفترات القادمة ما بعد الانتخابات طبعا اليوم الأسواق لا تمشي بالحكم يعني أنا لما أجي أقول لك وأشوف كونغرس أمريكي عندك دين وصل إلى 34 مليار عندك أزمة مالية من ناحية الدين عندك طلب على السندات الأمريكية ضعيف للغاية ومع ذلك أنت حريص على زيادة الدين بالنسبة للميزانية حقتك ولا تبالي يعطيني انطباع أنه سيفعلوا كل ما يستطيعوا لفترة الانتخابات القادمة يلاستمر هذا النظام ومن وجهة نظري ترامب عنده أعداء كثيرة عنده يعني مهمتهم رقم واحد أنه ما يفوز دونالد ترامب بالحكم وفي حال وول ستريت والاقتصاد خاصة وول ستريت الاقتصاد غير مهم في حال وول ستريت نزل من وجهة نظري نهاية تماما لفترة جو بايدن إلا لو حدث بلاك سوان هذه يعني حعمل حلقات قادمة أبغى أفكر فيها أكثر ولكن هذه ما أستنتجه خاصة بعد ما شفت هذا الحزم واللا مبالاة بالنسبة للدين الأمريكي يعني الحزم قادمة إلى ما فترة الانتخابات من وجهة نظري خلينا نشوف ما هو قادم ولكن خلينا نقول أسبوع ناري بالنسبة للقوائم المالية أنا كعمر سأنظر إلى القوائم المالية قبل ما أتخذ القرارات ما زلت نظرتي دفاعية قد أغيرها في الفترة القادمة عن طريق العقود دخول وخروج فترة دخول وخروج وليست فترة الاستثمار لفترات طويل إلا لو عندك الاستثمارات قديمة يعني لا تشتري اليوم وتقول لك أنا أبغى أشتري اليوم وأحتفظ فيه لعشرين سنة قادمة بوجهة نظري هذه الطريقة ليست مناسبة للفترة الحالة إن شاء الله استفدتم من حلقة يوم لحب يتعلم أكثر عن أمور الاستثمار تقدروا تلاقوا تفاصيل دورتنا في بالتوفيق لاستثماراتكم